أكد سعدة الشيخ خشام بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة بأن مملكة البحرين وما تشهده من مكتسبات على كافة الأصعدة باتت محطة أنظار العديد من الدول ذات الثقل الدولي منوها بأن رجال الأعمال والمستثمرين من مدينة شنغن الصينية يضعون نصب أعينهم الاستثمار في الخليج العربي عبر مملكة البحرين بوصفها بوابة العبور إلى هذه المنطقة لما تمتلكه من موقع مميز وتاريخ عريق واقتصاديات متسارعة لدور ذلك في إحياء مبادرة طريق الحرير التي تعتبر منطلقا حقيقيا في خلق بيئة جديدة للاستثمار والسياحة والتجارة الدولية الخالية من الحواجز بين البلدان والتي يمر عبرها هذا الطريق جاء ذلك خلال كلمة ألقاها سعادته أثناء مشاركته في منتدى الدول الصديقة لمدينة شنغن الصينية بمشاركة ثلاثين دولة على المستوى الدولي حيث تأتي مشاركة مملكة البحرين في هذا المنتدى بمثابة مكسب شرفي يسجل في سجلاتها بوصفها الدولة العربية الأولى والوحيدة المشاركة في فعالياته ممثلا عنها سعادة محافظ محافظة العاصمة حيث تأتي هذه زيارة للمدينة بتنظيم من مجلس التنمية الاقتصادية ومشاركة عدة جهات حكومية وخاصة وضاف أن مملكة البحرين تعتز اليوم بالمستوى الذي وصلت إليه العلاقات البحرينية الصينية على كافة الأصعدة فهي علاقة لها عمق تاريخي وثقافي وحضري يسودها التعاون والاحترام على اعتبار أن البحرين كانت ولازالت منفتحة على الثقافة الصينية كالفنون والمسرح وغيرها إيمانا بأهمية تعزيز التواصل الحضري والإنساني بين الشعبين الصديقين اشتركوا في القناة